بسم الله الرحمن الرحيم لطلب العاديين لماذا تضاف هذه التعديلات حتى تتلاء مع احتياجات الطلب الموهوبين في المجالات المعرفية والانفعالية والابداعية لان في بعض الاحيان قد يكون المنهج مقرر للطلب العاديين بينما في الفصل يوجد طلاب موهوبين الطلاب الموهوبين يرونه مقرر انه مقرر عادي وربما يرونه ايضا انه سخيف ولا يلبي احتياجاتهم فلذلك قد لا يجذب الطلب الموهوبين ويسبب تسربهم من المادة الدراسية لماذا لانهم لا يشعرون بان المنهج يفي باحتياجاتهم فاول طريقة للإثراء ان نضيف تعديلات على المناهج المقررة للطلب العاديين نفس المناهج نقوم فيها باضافات الاضافات هذه تلبي احتياجات الموهوبين مثلا نركز على الجانب المعرفي في المادة نزيد اسئلة الجانب المعرفي نضع نشاطات تهتم بالجانب المعرفي او الجانب الابداعي في نفس المقرر للطلب العاديين بذلك الطالب الموهوب يلاحظ ان هناك شيء ما يجذبه شيء يختص فيه شيء ينمي احدى مجالاته المعرفية او الانفعالية او الابداعية بإمكاننا في مادة الرياضيات ان نضيف نشاط النشاط هذا يركز على الموهوبين حتى لو لم يكن يقيس مستوى العاديين نخصص هذا النشاط للموهوبين ايضا قد تكون الاضافة بطريقة ثانية كيف زيادة مواد دراسية المواد الدراسية هذه لا تعطى للطلب العاديين كيف يكون هناك غرف مصادر مثلا في حصص النشاط الطلاب الموهوبين يذهبون لغرفة المصادر يتلقون مواد اضافية تهتم فيهم تهتم بالجانب المعرفي الانفعالي الابداعي في حين لا تعطى هذه المواد للطلب العاديين لانه لا تتناسب مع قدراتهم الطريقة الثالثة للإثراء زيادة مستوى الصعوبة في المواد الدراسية التقليدية مثلا الطالب الموهوب نعطيه مادة الرياضيات للفصل الدراسي الأول والثاني في الفصل الأول وانه حينما يجتازه بإمكان الطالب الموهوب اللي هو يتجه لنظام التسريع اللي هو القفز هذا النظام آخر سوف نتطرق إليه لاحقا هذه الطريقة الثانية من الإثراء كيف يكون الإثراء فعالا طبعا سلوب الإثراء لابد أن نراعي فيه عدة جوانب حتى يكون هذا الاسلوب فعالا أولا مراعاة ميول الطلبة وإهتماماتهم الدراسية ثانيا استخدام أساليب التعلم المفضلة لدى الطلبة هل الطلاب يفضلون الجانب الاجتماعي والنقاش والحوار أم هل الطلاب يفضلون الطريقة الفردية وكل على حدة وإعطاهم جانب معين أيضا طرق تجميع الطلبة لابد أن نراعيها بحيث لا تتعارض مع حصصهم الدراسية وأن يكون الوقت المخصص ملائم للجميع أيضا المعلم الذي يقوم بأسلوب الإثراء لابد أن يكون معلم مؤهل أيضا ترابط البرنامج الإثرائي مثلا إذا كان دينا طالب موهوب في المجال المعرفي والمجال الإبداعي نابد أن يكون هناك ترابط بين المواد التي تعطى في الجانب المعرفي والإبداعي بحيث تكون مواد مكملة وليست مواد تحتوي على نفس المقرر أو نفس المواد بل تكون مكملة ومترابطة بحيث أن كل مادة تكمل المادة الأخرى هذه الجوانب يجب أن نراعيها حتى يكون الإثراء فعالا طبعا أن خلاع البرنامج الإثرائي النوادي العلمية والأدبية في المدرسة فبإمكاننا أن نشرك الطلاب الموهوبين في هذه النوادي ليبرزوا مواهبهم أيضا مشروعات خدمات المجتمع بإمكاننا أن يكون نشاط عليه درجات محددة أو عليه تكريم أو عليه هذا بالنسبة لمشروعات خدمات المجتمع يقوم الطالب الموهوبين بهذه الخدمة الدراسات الفردية ومشروعات البحث إذا كان الطلاب الموهوبين يفضل العمل الانفرادي بإمكاننا أن نوليه مشروع بحثي يقوم فيه ويستخلص نتائجه أيضا برامج التدريب المهني وبرامج التعليم المحوسبة هذه من الأمثلة على البرنامج الإثرائي التي من خلاله يمكن أن نقدمها للموهوبين المحوسبة للموهوبين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر